موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحاوي واقترب الموعد لإعلان عن غالكسي S9 و S9 بلاس وكثرت عننا التسريبات فاتو صار عندنا صورة كاملة عن هذا الجهاز وما يحمل من واصفات عندنا S9 بلاس وال S9 S9 بلاس سوف يأتي بشاشة 6.2 انش كوات HD بلاس طبعا يأتي بمعالج سناب دراقه 845 بكاميرتين من الخلف بذاكرة عشوية 6 جيجا سوف يأتي بذاكرة داخلية 128 ومنفذ لذاكرة الخارجية طبعا هذا الجهاز سوف يرتفع سعره من المتوقع ان يكون سعره 950 دولار الى 1000 دولار السعر المقارب لسعر ايفون اكس هذا الجهاز سوف يتوفر بعد اعلانه بعشرة ايام ان شاء الله في دولنا اما غالكسي غالكسي S9 الصغير الحجم راح يكون بشاشة 5.8 كوات HD بلاس بكاميرا واحدة بذاكرة عشوية 4 وذاكرة تخزين 64 ودنا الجهازين سوف يحتفظان بمنفذ السماعات 3.5 وشركة سامسونج لن تزيل هذا المنفذ والحمد لله والشكر الشركة الوحيدة البقت لحد الان ما شالت المنفذ بعض الشركات بقت لعد الان سامسونج متمسكة بهذا المنفذ وان شاء الله ما تشيله ورح يجي جهاز بمنفذ السماعات وسوف يكون الاعلان يوم 25 بشهر ثاني لو ننتقل ويا شركة هواوي وشركة هواوي اليوم تسرب تسريب فيديو يوضح لجهاز هواوي القادم طبعا شركة هواوي سوف تعلن عن عائلة البي البي ثلاث اجهزة متكونة من بي عشرين و بي عشرين بلاس و بي عشرين لايت طبعا البي عشرين بلاس راح يكون اكثر مواصفات بشاشة 6.1 انش معالجها نفسها هاي سيليكون كيرين 970 طبعا ذاكرة عشوائية من المحتمل ان يكون 8 قاكة او 6 قاكة هذا الفيديو اللي يظهر اليوم يوضح بالجهاز واحد من الاجهزة يحمل ثلاث كاميرات من الخلف كاميرتين بارزة والكاميرا الخلفية تكون داخل البدي ما للجهاز او داخل الجسم ما للجهاز لا تكون بارزة طبعا ذلني الثلاث كاميرات من المحتمل ان تكون مجموعة العدسات بالتها 40 ميجابيكسل وبدعم من شركة لايكا ويمكن راح تكون افضل من منافسيها بالعز الصوري وتصوير الفيديو ويمكن يكون تصوير الفيديو ب60 اطار في الثانية للفور كي اما من الجهة الامامية عبارة عن شاشة مقاربة او مشابهة لايفون اكس فيها قطع في الاعلى هذا القطع تضم الكاميرا الامامية ومستشعرات اضافة لاسماعة الاذن طبعا هذا الجهاز سوف يأتي مشابه تماما لايفون اكس وانا اشوف شركة هواوي بدت تقترب بتقليد شركة ابل لايفون اكس وهذا من مردود السوق الصيني الذي يرغب بالايفون بشكل مطبيعي ولون انتقل ويا شركة الجي شركة الجي راح تحضر مؤتمر MWC في برشلون لكن ما تعلن عن الجي جي سفن راح تعلن عن الجي V30 نسخة الاس طبعا الشركة بالتسريبات تقول راح تعلن عن شركة V30S بذاكرة داخلية 256 واضافة الذاكرة العشوائية 6 قيقا سوف تضيف شركة الجي ميزة الجي لانس هذه الميزة تمكنك من التقاط صورة واستعمال الذكاء الاصطناعي لمعرفة الاشياء والعناصر داخل الصورة وعرض اسعارها طبعا اضافة الى ترجمة النصوص ومعرفة المواقع سوف يتوفر في كوريا الجنوبية 920 دولار من المحتمل ان يأتي للعالم العربي باقل من هذا السعر لو نختم ويا الخبر الاخير ويا شركة سامسونج طبعا اجهزة الفلاكشب 2015 سوف تحصل على تحديث الاندرويد اوريو في هذه السنة ان شاء الله طبعا صفحة تطوير هذه الاجهزة على الموقع الاتصالات الامريكية تشير الى انه حصل اتفاق مع الشركة لحصول هذه الاجهزة على تحديث الاندرويد اوريو وهي الاجهزة S6, S6 Edge و S6 Edge Plus اضافة للنوت 5 يعني هذه الاجهزة من المحتمل تحصل على تحديث الاندرويد اوريو بعد اتفاق مع شركة سامسونج من موقع الاتصالات الامريكية وسوف يأتي هذا التحديث لهذه الاجهزة في نهاية السنة دعما شركة سامسونج تتأخر بتحديث الاندرويد لكن لحد الان شركة سامسونج لن تعلن بشكل رسمي ولم يتوفر خبر من هذه الشركة بشكل رسمي ان هذه الاجهزة سوف تحصل على هذا التحديث في نهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو ضغط لايك اذا ما مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي امان الله